حابنا نتأكد معي قبل أن نطلع به نبدأ ونأخذ أول خبار نسمعه أكيد أهلا بكم أعزائينا مشاهدين في هذه الجولة الصباحية لأبرز ما جاء في صحفنا المحلية والعربية والعالمية الصادرة هذا اليوم الثلاثة الحادي وثلاثين من شهر أيار عام 2016 وطبعا هي أخبار منوعة نبدأ مع صحيفة الصباح العراقية جريمة قتل في أمريكا يرتكبها النحل توفي شاب عمره 23 عاما كان قد خرج في نزهة هادئة في أحد متنزهات ولاية أليزونا الأمريكية بعد أن تعرض للاسعات أكثر من ألف نحلة وهو سرب كان خطيرا إلى حد أنه أحبط محاولات متكررة من رجال الإنقاذ للوصول إلى الشاب ولم يعرف على الفور ما إذا كان النحل الذي هاجمه من النوع الأفريقي القاتل الذي يهاجر شمالا من البرازيل وظلع في سلسلة من الهجمات القاتلة في أليزونا وولايات أخرى وقال بيان أنه شهد إليكس بيستلر ممددا على الأرض وكان النحل ما زال يغطيه ولم يستطع الاقتراب منه بسبب عدوانية النحل وضف مكتب قائد الشرطة أن النحل أجبر موظفي المتنزه الذين حاولوا الاختراب من بيستلر على التراجع وقال إن محاولة ثانية لم تتكلل أيضا بالنجاح بسبب عدوانية النحل وقال البيان أنه في نهاية الأمر حصل السارتشينت ألين رومر من مكتب قائد الشرطة على سيارة ومر عبر سرب النحل حتى وصل إلى بيستلر ونقله من المكان وكان النحل ما زال يغطيه وقام سرب بمطاردة السيارة ونقل بيستلر إلى مستشفى ديسترد فيستا حيث أعلنت أو أعلنت فيما بعد المستشفى عن وفاته طبعا خبر مخيف ومرعب بس للسؤال أنه مثلا ماكوش يسمى مبيد شافه أنه مو من الإنسانية أنه يقتلون النحل بس ما يخال فيه موته أكيد هي بأمرك أكو منظمات تدعى حقوق الحيوان بس مولي درجة أنه سرب كامل ينجم على شخص وناس واقفة تتفرج إلا ما أكو يعني مبيد مثلا يقتل هذا النحل في مكانه ظاهر هذا السرب هو ولايات المتحدة هو أصل أفريقي ومن نوع القاتل لكنه من سوق حظ هذا الشاب أنه يتنزه لكنه تنزه كانت هذه النزهة آخر نزهة في حياته شوف قبل فترة يومين أخذنا خبر مشابه ولكن كان عن امرأة نجت من سرب كامل من النحل ظل يلاحقها لمدة يومين نحلة الملكة فاتت بالسيارة بالغلط وانحبست عندها هذا ظاهر موسم هو موسم النشاط النحل في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة هذا النحل هو من النوع القاتل الشرس يعني من أصول أفريقية يعني واحد ما يستهين بلدغة أكيد أكيد خاصة بهكذا عدد يعني أكثر من ألف نحلة تهاجم على شخص معين ممكن نتعادل لدغة حية أكيد يعني كل نحلة ذاتية تلدغة يعني من مكان معين ما راح تسوي بالجسم الإنسان؟ الله يسترنا فالله يسترنا الحمد لله موعدنا حالهم الحمد لله نسمع الخبر الثاني إن شاء الله ومن الصباح إلى صحيفة الصباح الجديد حيث نطالع فيها خبرا بعنوان خبراء يحذرون من تكرار التقاط الصور السلفي حذر خبراء الصحة النفسية من تكرار التقاط الصور الذاتية بنحو المستمر وعدوا أن الهوس بالسلفي قد يصل إلى حدود الإدمان ويؤدي إلى إصابة المستعمل بالنرجسية وضعف ثقته بنفسه وتوالت التحذيرات من موضة السلفي التصويرية من جهات عديدة خصوصا مع توسع انتشارها بنحو قياسي وقدر محرك البحث ياهو أنه في عام 2014 تقط نحو 880 مليار صورة سلفي أي ما يعادل 123 صورة لكل فرد من سكان الأرض وقسمت دراسة أمريكية في الطب النفسي حالات سلفي إلى ثلاث مستويات وتعد الحالة الأولى خفيفة وتتمثل في ابتقاط الصور بعدد لا يقل عن ثلاث مرات لكن من دون نشرها في مواقع التواصل الاجتماعية والحالة الحادة وتعني التقاط الصور أكثر من ثلاث مرات لكن مع نشر هذه الصورة في المواقع وتتمثل الحالة المزمنة في فقدان المستعمل للسيطرة على رغبته في تصوير نفسه على مدار الساعة ونشر الصور في المواقع ست مرات في اليوم على الأقل يعني هوس فعلاً هي صارت تحسها حالة مرضية ونرجسية زيادة عن اللزوم يعني صارت مو بس مودة يعني فتعادة فتسولة يعني شخص وانما يروح أخذ السلفي أخو ناس ايه تاكل تشرب تقوم تقعد 24 ساعة يعني لحالة سيلفي وفي كل الضروف مع أن الصورة السيلفي الكوالتي مالتها سيئة يعني ما تطلع الشخص مثل ما أنت شخص غيرك دي يصور لك يعني أنت من تصير الكاميرا أمامية ترى تختلف عن أنه شخص يصورك أكيد وأنا باعتقاد أن هذه قل الثقافة يعني المواقع التواصل الاجتماعي ما وجدت لها كذا أمور يعني كل شخص وانما يروح أخذ الصورة ودزها هي أتصور هذه الخدمة أن وجدت لما تكون أنت في مكان مضطر نعم مضطر وماكو أحد يصورك أوكي أكو كاميرا أمامية تصور نفسك يعني توثق هذه اللحظة مكالمات الفيديو ممكن يعني واحد يأخذ سيلفي لكن يتحدث ويا شخص معين وهذا شخص بعيد خصوصية اتصال خاص بينك وبين هذا الشخص اتصال بالفيديو ممكن يعني لكنه صور السيلفي ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مملل صارت حالة مرضية إدمان يعني شخص تقيب باليوم يرسل صورتين ثلاثة مو صحبة أنت ويا السيلفي أبدا معنات أن ندخل على الخبر البعد ندخل على الخبر البعد بس يمكن هذا يضرج الخبر ما يخال أما صحيفة التأخي فقد نشرت خبرا بعنوان التربية تحدد موعد إجراء المرحلة الثالثة للأولمبيات العلمية حددت وزارة التربية موعد اختيار المرحلة الثالثة من التصفيات النهائية لمشروع الأولمبيات العلمية العراقية مبينة أن موعد الاختبار سيكون في الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس من حزيران وذكر بيان للوزارة أن مكان الاختبار سيكون في مبنى المدرية العامة لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي الكائنة في حي العدل موضحا أن الطلبة المشمولين بالاختبار يتوزعون بين مديريات التربية في المحافظات كافة وبضمها ممثليات وزارة التربية في إقليم كردستان ودعا البيان بالموفقية لكل المشاركين من أجل إسهام في رفع المستوى العلمي هذه أحد النشاطات التي تقوم بها وزارة التربية خاصة بردر صيحية ندعو جميع الطلبة أن يشاركونوا بهذا الموضوع نتبنى لهم أكيد النجاح والموفقية ننتقل إلى خبر آخر وفي صحيفة أخرى حقل النفطي في البصرة يستعيد أكثر من مليون ونصف مليون برميل بمعالجة أكبر بركة للمخلفات أعلنت هيئة تشغيل حقل الرميلة النفطي في محافظة البصرة يوم أمس الأثنين عن استعادة نحو مليون وخمسمائة وثمانين ألف برميل نفط بمعالجة أكبر بركة مخلفات نفطية في الحقل فيما ذكرت مصادر في قطاع النفط أن العراق سيصدر خمسة ملايين برميل إضافية من النفط الخام لزبائنه في حزيران لتعزيز حصته السوقية قبل أيام من اجتماع أوبك وقالت هيئة تشغيل الرميلة النفطية أن الهيئة تمكنت من استعادة نحو مليون وخمسمائة وثمانين ألف برميل نفط من خلال معالجة أكبر بركة نفطية لمخلفات النفط والماء في حقل الرميلة مؤكدة إزالة مئة وخمسة وخمسين ألف متر مكعب من التلوث من التربة ومعالجة نحو مليون ومئة ألف متر مربع من الأرض منذ عام 2010 أي بما يعادل مساحة تحو مئة وخمسين متر أو ملعب لكرة القدم طبعا هذا الخبر اقتصادي يعني هو اجتهاد كان من إدارة حقل الرميلة بركة من الماء كانت ملوثة بشكل كبير تحت الأرض على ما يبدو أي فبطرق يعني بخبرات تقنية واستشارات أجنبية طبعا يتم معالجة التلوث على جو هذه البركة وتم استخلاص يعني أكثر من مليون ونصف مليون نفط خام من هذه البركة التي كانت هي طبعا شبه مهملة وشبه يعني غير مستفاد منها أيضا هذه راح ترفض ميزانية الدولة العراقية بكثير من الأموال أكيد إضافة راح تضاف هذه إلى الكمية نعم لازال الاتشاف والتنقيب عن النفط وغيرها من المعادم السمينة يعني هذه الجهود طيبة خاصة أن العراق يمر بأزمة مالية أكدها راح تدعم ميزانية العراق بشكل مباشر وفي المشرق حيث نشرت خبرا بعنوان رجل ثري يتباهى ويطبخ أمواله من فئة خمسمائة ريال يطبخ للأموال؟ يطبخ وكثرة الفلوث شاسته أظهر مقطع فيديو شابا يتباهى بمبلغ كبير من المال من فئة خمسمائة ريال حيث وضع جزءا منه في كأس وجزءا آخر في قدر كبير كما وضع مجموعة من الأموال داخل الفرن وقال الشاب أن الأموال الموجودة في الكأس عبارة عن مشروب لعلاج الأرق والموجودة في القدر عبارة عن كبسة حضرتها له زوجته والموجودة في الفرن عبارة عن حلة أو الحلوة وواجه المقطع استنكارا واسعا من متداوده على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بوضع حد لهذه الممارسات ومعاقبة المتباهين بالتبذير والإسرام يعني قمة البطر يعني مو بس بطر هذا جنون قمة البطر والاستفزاز لناس حصرة عليها يعني رأس مال بسيط أو هذا راح يربطنا بموضوع الخبر اللي قرأنا قبل شوي يعني كل شخص يسوف الشيء سواء للسلبي أو يشراء على الفيس هذا أيضا نفس الحالة لا لا بس جنون جديد من نوعه خلي جنون إليك بالبيت لكنه تطبخ الأموال بهذه الطريقة وتعلق أنه والله اللي بالكاس هذا ما عرف إيش اللي بالقدر هاي كبسة مشروب للأرق لمعالجة الأرق نعم اللي بالفرن هذا حلوة يعني نزيل أنت ما تحسب حساب الفقرة ما تحسب حساب العالم للأسف قمة البطر اللي ما لاقي حاليا أنه تتغدى أو تتعشى لكنه كثرة الأموال تفعل عنده فلوس ما يعرفوا أن يروح بيها طيب مشاهدين الكرام ننتقل وإياكم إلى الصحف العربية ونبدأ مع صحيفة السفير اللبنانية ريال مدريد يتفوق على برشلونة بشنه يتفوق؟ ها ايه الموضوع شخصي منح الفوز الخامس في خمس مباريات النهائية ريال مدريد الإسبانية الأفضلية على جاره اللدود برشلونة فبات العملاق في عهد دوري أبطال أوروبا بكرة القدم موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استعرضوا إحصائيات وأرقاما من دوري الأبطال تحديدا وليس كأس الأندية البطنة ظهرت بعد فوز ريال مدريد على أتلاتيكو مدريد في ميلانو حيث حافظ ريال مدريد على نسبة نجاح مثالية في المباريات النهائية لدوري الأبطال بفوزه خمس مرات في خمس مباريات نهائية حيث يبقى ميلان الفريق الوحيد في المشاركة في عدد أكبر المباريات النهائية مع ست مباريات لكنه فاز في ثلاث منها فقط حيث جاءت انتصارات ريال مدريد الخمسة خلال سنوات مزدوجة وحقق ثلاث منها على أندية إسبانية تخطى ريال مدريد غريمه المحلي برشلونة وبات النادي الأنجح في عهد دوري الأبطال مع خمسة ألقاب مقابل أربعة للنادي الكتالوني خاض برشلونة أيضا خمس مباريات نهائية وجاءت خسارته الوحيدة في الأولى منها أمام ميلان عام 1994 طبعا أنت برشلونة وأنا ضد هذا الخضر طبعا يعني ما أعرف القياسات من ردة الفعل يعني برشلونة بامتياز حد من لخاء أنا لا مع هذا ولا مع هذا كرة القدم كلها ما إلي علاقة بها نحن نأخذها من باب الرياضة ويعني مو التعصب لا لكننا لنقارن أسلوب برشلونة النتائج مع أسلوب ريال مدريد أكو فرق مصحيح؟ ما أعرف لكنه ريال مدريد دعنا نحشيها بصراعي ريال مدريد آخر سبع سنوات شنوات اللي حصل ديش هل هذين هال الإعلامي زين برشلونة صار لكم سنة هو يحصل كل الألقاب زين آه هذه السنة أخذ لقبين وريال مدريد أخذ لقب أمر خلن نتخل من المضوع الرياضي نطلع طيب أما صحيفة القبس الكويتية فقد نشرت وزير هندي يدرس إمكانية توصيل المياه عبر البريد أعلن وزير هندي أن الهندوس سيتمكنون قريبا من الحصول على مياه من نهر الغانج عبر البريد بما البلاد تسعى إلى تطوير منصات التجارة الإلكترونية المنزهرة ويعتبر الغانج نهرا مقدسا لدى الهندوس الذين ينزلون إلى مياهه خلال مراسم دينية لغسل خطاياهم وأوضح وزير الاتصالات رافي شانكر براساد أنه تلقى عددا كبيرا من الطلبات لتوزيع مياه الغانج عبر البريد وقال الوزير طلبت من هيئة البريد استخدام منصات التجارة الإلكترونية لتوزيع الغانج جال أي مياه الغانج على الناس فإن كان ساعي البريد يوزع الهواتف النقالة والمجوهرات والألبسة فليما لا يستطيع أن يوزع مياه الغانج؟ لهذا الدرجة؟ ما عدم ماء يعني؟ لا هو القصد أنه هذا الماء مقدس أكيد تطقوص دينية هم يحتاجون فتشوف الأمياء بس ما يوزع عن طريق البريد هذه منع وخاصة أنه الهند يعني يحط ببطالة؟ مو بس ببطالة يعني هم عدم أساليب كثيرة في خاصة وساط النقل لكنهم أيضا يحترمون وساط نقل عندهم معينة مرد نتطرق لها لكنه أعتقد هذا الخبر شوية نوع من المبالغ نعم الختام مشاهدين الكرام مع نوعات العرب اللندنية نوعير نهر الفرات تسقي حدائق بابل المعلقة في باريس يتيح معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس لزواره خلال هذه الفترة وحتى شهر سبتبر المقبل فرصة السفر لزواره في رحلة عبر التاريخ من خلال 300 عمل فني ونموذج من نوعير نهر الفرات وهي تسقي تلك الحدائق الغناء التي تمت استعارتها من كبريات متاحف العالم لتعيد إلى الأذهان مواهب فنانين شرقيين قدمة فاقت مواهبهم تكنولوجيا اليوم في ظل سحر الشرق والحضارة العربية الإسلامية الذي لا يزال يسري في أوساط العارفين بوهجه وإسهاماته في الحضارات الإنسانية في شتى المجالات وقال أحد القائمين على المعرض إن المعرضات الشرقية المميزة تأخذ الزوار في رحلة عبر التاريخ لتوضح لهم مدى ازدهار حضارة الشرق بحدائقه وغنى ثقافته وقال الزائرة الفرنسية أتت لاكتشاف حضارة بلدان المشرق الساحرة من خلال طريقة هندسة لمنازلهم ودكورات حدائقها شيء عظيم أن نرى حدائق شرقية في قلب باريس وهي تعكس حضارة الشرق بكل أسراره إذن هذا العالم الذي استقطب الكثير من الأوروبيين عالم الشرق والسحر الشرق يعني لا زالوا يتباهون به ولا زالوا يتباهون بحضارتنا نعم يعني الحدائق المعلقة هي من عجاب الدنيا السابق أكيد فأكيد الفرنسيين هم مهتمين بالتراث ويريدون يعكسوها بطرق أخرى أيضا يعيدوها بالتابير عن تقافات عربية وإسلامية الجناء المعلقة وغيرها من الأشياء أو الأمور التاريخية اللي دائما نفتخر بها عمر نحن شكرا لتواجدك وياتا شكرا لها الأخبار الجميلة المنوعة لهذا اليوم شكرا لك خلينا نشوف جواد جواد أكيد خلصت الرسمة يعني أنا بما أنه بعد العشرة صرت أعرف من عيونك أنه خلصت الأولى ولو أنتهاي قدامك الطاولة بس أعرف أنه لمساتر أخيرة تمام خلصت الرسمة أسيب نشوفها فينا نشوفها كمان إذا اليوم كانت كموضوعنا عن الاتزامات بالعمل وعديش أحيانا بنحرم الواحد مكتر شغلات على أي كاميرا هم تمام إيه عشي مساوبي هلا هو كان حامل الاتزامات عامل على ظهره العمل على ظهره أم طفل الشكل وقعه فيك تخيل هيك أستاذ عمر وهذه حجر؟ تمام حجر هي التزامات العمل ومربط نفسه بين الحجر وبحبار ليس مربط هو تربط فيه يعني هو يعني هو معلق في التزامات العمل أو مربوط للمواعيد أيضا تمام فعلا هي عبء نعم فإنما كان هذا العمل لا يذهب لكي يشدوا له هذا أكيد ريال مدرينة معاناة شخصية كنت لازم تكتب تحت اللوحة معاناة شخصية هل تكتبون هكذا كثير؟ كنا كنا طبيعة الحالة هي طبيعة العمل هي كلنا كلنا ونرجع لأسباب معينة بالتالي الواحد يعني يتمنى يكون عنده عمل واحد كافي ومكفي وملتزم به ومريح نفسه بقية اليوم صحيح شكرا جواد شكرا مرة أخرى عمر شكرا لك اذا مشاهدين الى هنا انتهى وقت برنامجنا وياكم لهذا اليوم وادعكم نلتقيوا اياكم غدا ان شاء الله بنفس الموعد الى اللقاء